أهلاً ومرحباً بكم وشكراً لمتابعتكم كشف الأسطول الخامس الأمريكي عن خطط لنشر أحدث أسطول من الطائرات من دون طيار في المنطقة وأوضح قائد الأسطول الخامس الأمريكي تشارلز كوبر أن هناك خطط لنشر ما وصفه بأحدث أسطول طائرات من دون طيار في العالم عبر نشر مائة منصة غير مأهولة في منطقة الخليج بهدف رصد أي نشاط مزعزع لاستقرار المنطقة لا سيما في الممرات المائية الحيوية على حد قوله في الثالث عشر من أبريل أعلن قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة ستشكل قوات عمل جديدة متعددة أجنسيات لتسيير دوريات في البحر الأحمر وخليج عدن وفي يونيو أعلن قائد الأسطول الخامس الأمريكي سعي واشنطن وشركائها في الشرق الأوسط لنشر قوة من مائة مركبة بحرية مسيرة بحلول صيف عام 2023 وعلى هامش زيارة بايدن لجد أعلنت الحكومة السعودية في بيان لها حث القادة سبل الكفيلة لتكثيف التعاون المشترك في مجالات الدفاع الجوي وصاروخي وقدرات الأمن البحرية وبناء على ذلك وتحديدا في العاشر من أغسطس أعلنت كل من الرياض وواشنطن أن القوات البحرية في البلدين بدأت مناورات الغضب العارم 22 الذي تستضيفه المملكة بهدف دعم الأمن الإقليمية وفي الشهر ذاته قال قائد الأسطول الخامس الأمريكي أن هناك خيطة لتطوير ما وصفه بأحدث أسطول طائرات بدون طيار في العالم عبر نشر 100 منصة غير مأهولة في منطقة الخليج العربية ترجمة نانسي قنقر